كتيرة جدا في الأسواق وسعرها على قد إدينا وعاوز أقول لكم فعلا أن هي كنز كم فيتامينات ومعيد مش طبيعي لأول مرة هنعمل زبدوء الجوافة باللمون إن شاء الله متأكدة لو جربتوها تحبوه قوي كمان مفيد ومغزي للأولاد عاوزين نقطر الفترة دي من العصير الفرش على قد لما نقدر لو أول مرة تنوروني في القناة نرد واسراك وعتنسوا اللايك والشير لو عجبكم الفيديو يلا قبل ما نبتدي حلقة النهاردة يريتني صليها للرسول في الأول ونشوف المقادير مع بعض أول حاجة بتجيبي الجوافة وبتخسليها كويس جدا وبعد كده بنقسم الجوافية وبالمعلقة بتتخلصي من البزر اللي بيكون من النص بيطلع معاك بكل سهولة بعمل الخطوة دي عشان لما أجي أعصر الزبدوء إلى حد ما بيكون قوامه أتقل من العصير فبيضيقني الحقيقة لما أجي أصف فيه فبتخلص من البزر اللي في النص هاو مالوش أي فايدة ما بيكونش فيه نسبة عصير كبيرة يعني للناس اللي فاكرة كده فالخطوة دي بتريحني جدا كمان لما تيجي تختاري الجوافة تجيبيها حجمها كبير شوية بلاشئل صغير لأنه بيكون فيه نسبة البزر أكتر الكبيرة بيكون اللحمة بتاع الجوافة أكتر زي ما أنتو شايفين كده وكمية البزر قليل هنبدأ بقى نتخلص من البزر فيه كل كمية الجوافة أنا هنا استخدمت حوالي كيلو جوافة يعني كيلو اللي حاجة بسيطة الحقيقة نقلت واحدة ولا اتنين فحابة تعملي نص المقدار برحتك هنبدأ بقى نقطع الجوافة الكتع صغيرة عشان تبقى سهلة معايا وإحنا بنعصرها في الخلاط كمان لو حابة تفرزيها تقعد معاكي من السنة للسنة بنفس الخطوات دي بتتخلصي من البزر وبرضو بتعبي الجوافة سواء بقى حابة تقطعيها أو تسيبيها نصاص كده فيه اكياس تلاجة وتسيبيها في الفريزر تقعد معاكي من السنة للسنة عمر مطعمها يغير ولا شكلها ولا اي حاجة خلص بتطلعي الكيس على الخلاط على طول وتحطي السكر والحليب ويبقى احلى عصير جوافة بعد لما خلصت الجوافة الكبيرة وقطعتها لعناصرها جبت بقى جوافية سبتها اللي فضلت الاخيرة وهبدأ اقطعها لقطع صغيرة هقولكو هنستخدمها في ايه وإحنا شغالين عشان بقى نجرنش الكبايات بتاعي النهاردة ان شاء الله هنعمل اطعمه احلى زبدو جوافة والاول مرة هتشوفوه طعمه فعلا يا جماعة خطير بدون اي مواد حفظة قيمة غزائية عالية بتستهونوش بالجوافة فيها كم معادن وفيتامينات غير طبيعي احلى من اي فيتامين انت ممكن تدي لولادك وكمان بيعلي جدا جهاز المناعة اهم حاجة ندي للاولاد الفترة دي مشروبات تكون غنية بالفيتامينات خلاص بقى انا خلصت يلا بقى نشوف بقى خطواتنا جهزت الخلاط وهنزل بكمية الجوافة اللي انا قطعتها كلها وعليهم كباية كبيرة من الزبادي او اتنين صغيرين المية وخمسة جرام معلقتين كبار من اللبن البودر وزيهم كريم شانتي وهنحلي بعصل ابيض او بسكر المتوفر عندكم على حسب رغبكم بعد كده هضيف كباية من التلك ونص كباية من المية تجري بس سكينة الخلاط دي كل المكونات اللي انا استخدمتها ندي بقى ضربة كده محترمة عشان كله يتجانس مع بعض طبعا الزبادو زي ما احنا عارفين بيتعامل بالزبادي لكن عصير الجوافة بتاعنا اللي احنا متعودين عليه بيتعامل بالحليب ده لي طعم وده لي طعم انا بالنسبة لي ده طعمه احلى هو بيكون قوامه الى حد ما اتقل من عصير الجوافة اللي احنا متعودين عليه فعشان كده انا بتخلص من البزر يعني بضرب على طول وبضيف فيه الكبايات ما بتعبش ابدا تعالوا بقى نعمل شوية حركات في الكبايات اللي هنقدم فيها انزلي بمعلقة كبيرة من الجوافة اللي احنا مقطعينها قطع صغيرة وبعد كده هنجيب نص اللمونة هنعصرها على زبادو الجوافة معاك الحد خمس معلق كبار من عصير اللمون لو انت بتحبي طعم العصير بتاع اللمون باين في الزبادو طبعا هو قيمة غذائية احنا بنضيفه كمضة حفظة بيخلي الزبادو يقعد معاك الأطول وقت لونه ما يغيرش أبدا ولا طعمه شايفين القوام والتقل بجد لازم تجربوه خطير طعمه في منتهى الجمال بدون بقى لمواد حفظة ولا أي حاجة ومشاء الله عملنا كمية محترمة من كيلو جوافة تعالوا بقى زي ما قلتلكم نعمل حركات كده وندلع الكبايات ونقدمها اك اننا قاعدين في كافيه بالضبط دايما الولاد بينجازبوا برا للمأكلات والعصاير حتى لو طعمها مش حلو بسبب شوية الحركات اللي بيقدموا بيها الأكل المحلات برا أو الكافيهات احنا هنعمل كل الحاجات دي في البيت بدون ما نكلف نفسنا أوفر وأنضف وكفاية بس قيمة غذائية وما كلفتناش حاجة يعني انت لو قدمتي الزبادو لولادك حتى لو مش بيحبوه بالطريقة دي صدقيني هيشربوه طعمه في منتهى الجمال كم فتامينات ومعادن في الجوافع جماعة غير طبيعي لازم نقطر في الفترة دي منها على قد لما نقدر وخصوصا للأطفال الصغيرين شايفين بقى الشكل النهائي خطير بجد مستنى رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة ما تنسوش اللايك والشير لو الفيديو عجبكو والاشتراك في قناتي على اليوتيوب باسمه بخرد وصرق وكمان تعليقاتكو الحلوة للتساعدني أدوق بقى قوام وتقلو طعم روعة جربوه ان شاء الله يعجبكو تنسوهوني في حلقات جاية كتير استعادكم في أمان الله والسلام عليكم